السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نتحدث عن غسالة شارب ماركة شارب ممتازة و انا شرحت الى كل معلومات عنها للغسالة و هل سوف نرى في الفيديو اتمنى يعجبكم الفيديو و اذا اعجبكم اشترككم بالقناة و اشترككم بالقناة و اشكركم سلاف اي افتراحات منكم اكتماكم اشترككم اشترككم في التعليقات اكتماكو تكون قناة جديدة و فيها افكار كتير دعونا نرى الفيديو اليوم سوف نتحدث عن الغسالة شارب من شركة شارب الغسالة منتازة طبعا بتجي 8 كيلو هاي في منها 8 كيلو في منها 9 كيلو فأنا جبت الـ 8 بتكافيني 8 تمام هون عم يحكوا انه المحرك تبحها Advanced Inventer Motor هاي معناتي انه المتور تبحها بيجي الضجيج تبعه خفيفة تمام طبعا هاي الغسالة انا جبتها استعملتها اول ما شغلتها كان في شوية ضجيج بالمحرك تبحها فخبرت الشركة عن الموضوع فقالوا لي هاي شيء يعني حالة ناظرة تمام انه تصير فمن حظي اجت انه عندي هاي لصة فبدلوا لنا ياها تمام هون عم يحكوا انه الاستعمال الميتبحها كتير قليل استعمال الميتبحها كتير قليل بس بتنظف يعني ممتازة بالاضافة هاي عند فيش الكهرباء هاي انه بتوفير كهرباء فيها توفير كهرباء تمام هون اشارة هاي اللايك انه كتير العالم شكرت منها ورضياني منها تمام وموصوقة يعني بالاضافة انه هون اللي هي متراح حاطين اشارة تم واحد عمله انه هاي ريدو تصير تلقو غيشة هاي بتجي انه ما فيا ضجيج الغسال ما بتعمل ضجيج تمام بالاضافة انه محا قارنتي عشو سنين تمام كفالة عشو سنين هاي بالنسبة للمواصفات هلا بتقليقا تمام عنه رح نفتح الباب اللي نشوف اللي من جوا تمام بتلمان لكم تساعة اثمانا كيلو والغسالة للساعتر جديدة طبعا كل الناس بتعرف انه هون في عنا هاي بتفتحها من هون فاذا كان فيها مية زيادة بتفضي المية اللي فيها او از كان على الان فيها وصخ او شي بتفضيها من هون تمام هاي عندنا الدرجة طبعها هون بتحط الدواء الغسيل هون بتحط المعطر وهون بتحط كمان معطر او دواء غسيل بس هاي لغسلات معينة هاي تسحب الغسالة من هون وتكون حاطة الغسالة انت على شي اسمه فاين فيشة هاي الفاين فيشة هاي معناته انه غسيل يدوي الشغلات اللي بدها غسيل باليدوي يعني حساسة بتغسلها بالفاين فيشة تمام هاي بالنسبة لهون راح نحكي هلا هون عن غسلها وشو بتغسل يعني عندنا هون الشنل هاي يعني الغسيل السريع الشنل تمام طبعا هاي غسالة انه ألمانية لانه بألمانيا نحنا فمكتوب كله بالألماني اما وتكون دول عربية بصند تجي بالانجليزي يعني فهون شنل يعني غسيل سريع تمام بتغسلها بدرجة حرارة ثلاثين للخمستاش بالإضافة عندنا هاي اللي تحته كمان كاتبين تاقليش هاي الغسيل اليومي اللي هي درجة حرارة ستين عندنا هون اللي همدن هاي درجة حرارة ستين للأمصان همدن يعني خصوصي للأمصان تمام عندنا اللي تحت ميكس هاي كلمة ميكس هاي معناتها الغسيل المشكل يعني ملون أبيض أسواد يعني مشكل بتغسل بدرجة حرارة ثلاثين عندنا تحت الهند هاي اللي حكيت لكم عندنا الغسيل اليدوي تمام بالإضافة عندنا هاي اللي تحت هاي اللي بيسموه الشلويدرن هاي الشلويدرن يعني التنشيف بس انتجزك تشغلها على التنشيف نروح على الطرف الثاني هون عندنا الباو فولي بتغسل بدرجة حرارة تسعين هاي الباو فولي لل الأواعي البيضة يعني الشي الأبيض اللي بده درجة حرارة أكتر تحط على الباوم فولي عندنا اللي تحت فور فشة ستين قبل الغسيل تمام تغسل بدرجة حرارة ستين عندنا اللي تحت كمان هون باوم فولي كمان تغسل بالقطن بس بدرجة حرارة أقل ستين تمام عندنا اللي تحت هاي الايزو بس بصراحة هاي ما بعرب شو هي الايزو الايكو ما بعرب شو هي بصراحة تمام عندنا اللي تحت اللي تحت اللي تحت متككة تركيز عليه بتركيز عليه يعني بعناية انه ما يكون كتير ركع عليه هاي عندنا هون اللي هو الصوف كل شي عنده صوف تمام تبس لهون عنها تحت شبولن شبولن هي بس غسيل يعني بس مية بس مية بس متكنك هاي نقش بس مية توشة مية عادية هاي بالنسبة لبرنامجها عندنا هون طبعا الشاشة هاي الشاشة هون عنا بتجي كلها لمس هدول كلهم بجوا لمس هلا احنا راح نشغلها بعض ما خلص مني شرح عنها راح اشغلها واشرح لكم عنها هون طبعا اولا تجي الغستارة جديدة شايف هون كله بيحطو لك انه واحد من ثلاثة خطوات كيف انك تبلش تستعملها هلو هون في شغلة مهمة وبظن بعض الناس ما بينتبهولها بيقول لك انه الغستارة وتبلش تنشف بتحسها الغستارة بدأ تمشي بدأتصير بالصالون هي مطوخ بتكون بدأتصير بالصالون يعني بتعمل ضجيج كثير فهي الشغلة كثير اللي عنا عم تعاني منها في بعض الناس ما بتعرف انه وراء الغستارة هون في اربع براغي واحد اثنين تلاتة اربع اذول اربع براغي لازم ينفكوا أول ما بتنجاب الغستارة جديدة بكونوا تحطين هذول الاربع براغي ليش بكونوا تحطينهم لانه الحوض طبع الغستارة تمام فمشان ما تخرب الغسالة بيحطوا هدول البراغي انه وقت تديني انه بيكون مسبت الحوض ما في علي اي مشاكل تمام بس انت وقت تجيبها للغسالة جديدة لازم انك تفك الاربع براغي شابشان لولاك تفك الاربع براغي بتقيمون طبعا اخر الشي يقول لك انه هي اشارة الصح هون انه الصح انك تقيم الاربع براغي تمام حيح تطير لك اربعة عندك اخر انه لازم ترفعها من تحت في الى هدول عن الزوايا كل زاوية الغسالة في الى البراغي اللي بتعير انه قداش الغسالة تكون متوازنة يعني مشان ما تتحرك تمام انت بتعيرون وبتزبطون تمام اي بالنسبة له هدول هلأ عنا الغسالة من ورا راح ارجي لكم البراغي اين بيكونوا موجودين يلي بنفكوا تمام البراغي بيكونوا هون عنا واحد اثنين ثلاثة اربع طبعا انا بفكيت لهم البراغي تمام واستعملتها ما شاء الله ويني عم تنشف ضلت بمكانها وما في عليها اي مشاكل امورها بالاخير وتمام طبعا هاي الفيش تباحها هاي الفيش اللي يخرج المي وهي هون اللي يسحب المي وشان يفوتها على الغسالة تمام هاي بالنسبة لورا هدول البراغي اهم الشي لازم ينفكوا وتجي الغسالة وتبدأك تمتعل من بيتك مسلا من مكان لمكان ترجع بتركب البراغي هدول مشان ما يأثر على الحب تمام هلأ خلنا نروح نشوف البرنامج تباحها تمام هلأ راح نشغلها نشوف كل واحدة كيف بتعطي تمام عنا هون حم حط على الشنل شايفين عطتني درجة حرارة عفوا نوقت خمسة عاش تمام ودرجة الحرارة انا اذا بدي اتحكم لدرجة الحرارة تباحها من هون بكباس اعمل لي 30 هي حصرا 30 درجة حرارة 30 حصرا شايفين اللمس هيدا النسبة لهي نروح عليه بعدات تغسل 60 دقيقة تمام كمان درجة الحرارة متحكم في هون اذا ما بدنا بالاضافة اذا بدك وقت اكتر تكبس هي كمان شوف بتطالك هلأ واحد اثنين ثلاثة اربع اثنين ساعة ساعتين ثلاثة اللي بدك ياها واحد اثنين ثلاثة اربع اذا ما بدك ساعة ساعتين ثلاثة بتحط انتل غسل اذا انت يبدك ياها اكثر من ستين مثلا تمام نروح لبعض همدن ساعة واثناشا دقيقة على الميكس واحد وثمانين دقيقة على الشبور اللي هي الرياضة الواعي الرياضية ثمانين دقيقة نروح على هندفين فيشة اللي هي وغسيل يدوي تسعين دقيقة شلويدغين تنشيف سبتعشر دقيقة تمام منروح هون هلأ على الشبولن نكون الغسيل العادي بدوني عنا هون الفولي حكينا عنا الصوف ثلاثة واربين دقيقة لفوق الفليقة ساعة عشر دقائق تمام خمسة وتسعين اللي هي برد حرارة ستين ساعتين وخمسة عشر عندك اللي هي الفور غسيل الغسيل اللي هي ساعة وخمسة وستين دقيقة وعنا آخر واحدة اللي هي هي باونظولي القطن قطنيات ساعة وثمانين تمام تدافض فيها نرجع مضفية هاي على الأوس طفيت طبعا انت بس تشغلها مثلا حطيتها على الشنيل بدك مثلا انه تبلش الغسالة بتكبس ستار بتكبس ستار بتلاقي هذا يغربها بلا شاية تسعب مي وتضبط لهم هون عندك البوغل لايشت تمام هاي البوغل لايشت هاي معناتها انه اذا بدك الغسيل ينغسل وما يتجعلك كثير يعني تمام فهي بتجي فيها كمان بس تمام هاي بالنسبة لها مواصفات غسالة شارب ومثل ما تلكون غسالة نيحة وبصراحة غسلت فيها مرتين ثلاثة أمورها ممتازة وبتغسل كثير زريفة بصراحة بالإضافة مثل ما تلكون كان فيها مشكلة واحدة وقت اجت من الشركة انه كان الميتور عني طلع صوت وزعي بتعمل صوت وزعي بالميتور فخبرنا الشركة عليها وشركة محتنمة ولا رجعوها بدلوها يعني ما في اي مشاكل يعني تمام هاي بالنسبة لها تمام هاي بالنسبة للفيديو تابعنا اليوم عن غسالة شارب بتمنى ان تشتركوا بالقناة اذا اعجبكم الفيديو والشرح وتعلونا اللايك واي سؤال حابين تسألونوا كمان احنا جاهزين وفيكم تفوتوا كمان على الفيديوهات الموجودة بالصفحة وتشوفوها يعني انا عم حاول انشر كل شي شغلات يعني مفيدة بالحياة اليومية او بالحياة العادية او بالعمل او بايشي يعني وبالاضافة في شي ترفيه يعني هيك شي صار بالمانيا التلج مطار قصة شغلة حلوة كمان منصورها فالقناة بتتضمن كل شي يعني بتمنى انو تشتركوا بالقناة وتدعمونا ادمى بلاسة وبنشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته